اهلا بحضرتكو مشاهدين الكرام بالامس كان الرئيس عبدالفتح السيسي في السودان وتوقيع وثيقة اعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة او سد الالفية اليوم الرئيس عبدالفتح السيسي في اثيوبيا ومؤتمر صحفي بينه وبينه رئيس الوزراء الاثيوبي هايلة ماريون ديسالين وكان فيه كلمة مهمة جدا في هذا المؤتمر حتى اكد عليها الاول قالها الرئيس عبدالفتح السيسي بعد كده اكد عليها رئيس الوزراء الاثيوبي لا عودة للخلف لا عودة للخلف الرئيس عبدالفتاح السيسي قالها وبعدها كرارها ايضا رئيس الوزراء الاثيوبي خلال هذا المؤتمر الصحفي ما كانش الحديث فقط عن مياه النيل ولا لجنة المشتركة المفروض ان هي تكون مشكلة لبحث حقوق الدول المختلفة فيما تعلق بمياه النيل لكن كمان تطرق الحديث الى قضايا الارهاب وتطرق الحديث ايضا الى دعوة رئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الاثيوبي لزيارة مصر وقت الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة قناة السويس الجديدة اذا هناك علاقات كثيرة اصبحت مشتركة وهناك سؤال بيطرح نفسه مبدئيا ايه اللي حصل غير وجهة النظر وجهة النظر التي غيرت غيرت الى اي درجة هل غيرت بنسبة مئة في مئة هل هناك المزيد من العمل المفروض انه يبقى لسه موجود عشان المصلحة المشتركة وثيقة اعلان المبادئ المفروض انه تم التوقيع عليها بالامس ماذا تعني هل هي ملزمة ام غير ملزمة ام ما زال هناك المزيد حتى تكون ملزمة لكل الاطراف ان تضرر احد الاطراف ما هو وجه الضرر ده اولا ده من ضمن ما جاء فيه وثيقة اعلان المبادئ والتعويض هيكون عامل ازاي قضايا كثيرة غير كمان اللي احنا ذكرناها في هذه المقدمة سننقشها مع ضفنا الكريم الدكتور مغوري دياب خبير المياه اهلا بحضرتك اهلا بيك بداية تعليق حرك على هذا المؤتمر الصحفي والكلمات المتبادلة والدعوات المتبادلة ايضا لزيارة البلدين ورئيس الوزراء الاثيوبي حرص على ان يقول ان هذه اول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ ثلاثين عام هذا حقيق لم يحدث ان زار رئيس مصري اثيوبيا منذ ثلاثين عام وبالتالي بتعتبر هذه هي زيارة رسمية الاولى ربما شارك الرئيس السيسي في اجتماع القمة في الديسابابا لكن ده كان اجتماع بروتكولي للاتحاد الافريقي وليس لزيارة رسمية لدولة اسيوبيا بشكل رسمي وبالتالي دي اول رسالة كما اعلن الحوار او الحديث بين الرئيس الوزراء والرئيس المصري تناول اشياء كثيرة جدا ومتعددة ربما الاشارة الى ظاهرة الارهاب والمشاركة في حرب الارهاب سويا ومعروف ان اسيوبيا بها مشاكل عرقية ومزاعات طائفية ودعوات انتصالية واشياء كثيرة جدا للمجتمع الاسيوبي بتعيقه لانها هي عبارة عن فيدراليات وبالتالي فيها عرقيات كثيرة وبتعاني احيانا من بعض مظاهر الارهاب بس احنا في فترة من الفترات يا دكتور كان الموضوع تقريبا ما فيش حديث متبادل بين مصر واثيوبيا اليوم الحديث ما عدش فقط متعلق بالمشكلة الرئيسية اللي هي سد النهضة او سد الالفية كما يطلق عليه لكن كمان الموضوع بقى متطرق في قضايا اخرى اذا اعتقد الندال لي دلالة اما يبقى الموضوع مش مجرد ميالة ده قضايا الارهاب دعوات متبادلة بين البلدين نعم وبالفعل التعاون بياخد شكل مصار متعدد الاطراف ليس فقط في مجال المياه وليس فقط في مجالات اقتصادية مجالات اقتصادية وتجارية وصناعية وسياسية وغير ذلك من اوجه التعاون اذا هناك فترة جديدة او حقبة جديدة من التعاون بين مصر واثيوبيا ربما تكون اسيوبيا من اهم الدول الافريقية على الاطلاق الذي يجب ان نكون معها في علاقة حميمية الاعتبارات ان نهر النيل مورد المائية 72 في المليار متر مكعب بجنة من اسيوبيا منهم 50 مليار من النيل الازرع اللي عليه فقط الناس بتشير الى ان كل هذه الامور يجب ان لا تكون فقط المياه لكن انا اعتقد ان كل ما يشار من انشطة ويبدأ من تعهدات وريال اعمال والاهتمامات اقتصادية وغيرها تخدم المياه بنسبة 99.5% يعني النصف المياه ده بيخدم المياه بشكل رئيسي ولان المياه هي مصدر الحياة ومعروف ان الخلافات مع اسيوبيا تاريخيا كانت حول مياه نهر النيل ليس هناك مبرر ثاني للخلافات لان هناك اتفاقيات بين اسيوبيا وبين انجلترا 1802 وبين مصر 1893 لكن لم تكن هذه الاتفاقيات محل الاهتمام وكانت اسيوبيا ايضا تاخذ من جانبها مبادرات لانشاء سدود دون ما استشارة لجانب المصري رغم القواعد الدولية اللي بتتنص على الاختار المسبق والتعاون بحسنية وثبادل المعلومات وغير ذلك من الامور الامور الان تغيرت بنسبة كبيرة جدا يعني كان للمجتمع العلم المصري رأيه كامل وواضح في ان سد النهضة ضر جدا بمصر وانه سيربك حسابات المصري من نواحي تدفق المياه وخفض منسوب المياه في بحيرة السد العالي وتقليل الكهرباء وتبوير مساحات الأراضي وغير ذلك ده خطر قائم وما زال هذا الخطر هو الذي نعالجه حتى الآن ولكن كيف يعالجه نصلا الخطر مش بس نسبة المياه الخطر كمان موضوع هل حجم المياه المفروض ان السد ده يستوعبه ولا ممكن ان يحصل مشاكل كمان في السد ويحصل اغراق لبلدان هذا ما سنتحدث فيه في الدقائق القليل القادمة وبالتالي هناك يعني جدل كان في الشارع المصري قبل سفر الرئيس السيسي وبعد عودة الوفد المصري في وزير الخارجية ووزير المؤلمة والري حول مفهوم هذا الاتفاق لانه كان هناك تكتم شديد حوله ما كانش فيه معلومات متاحة عن محتوى وبالتالي نتيجة لرصيد التشكك القائم تاريخيا مع السيوبيا كان ايضا بيلقي ظلاله على هذا الاتفاق ربما لا يكون افضل من سابقه وربما لا تلتزم السيوبيا به كان هذا هو رأي المجتمع حتى تم الاعلان عن هذا الاتفاق بعد توقيعه بالامس في الخرطون المدلول في هذا الاتفاق هو كما ذكر هو اعلان مبادئ اعلان مبادئ يخص سد النهضة ودائما نؤكد على انه يخص فقط سد النهضة ولا يخص مياه نهر النيل لان مياه نهر النيل شأن لمجموعة دول منابع جميعها بما فيها اسيوبيا وكينيا واوغاندا وغيرها من الدول التي تشارك في الحوض العاشر الدول وجنوب السودان ايضا وده اذا يخص سد النهضة وتأثيراته المباشرة على مصر اسيوبيا كانت ترفض المناقشة حول هذا الموضوع تماما وكانت دائما ترفض اي حوار من شأن ان يعيق هذا المشروع وكان هناك تسويق داخل المجتمع الاسيوبي بان هذا السد هو مشروعهم القومي الذي يلتف حوله كافة الفئات وكافة الطوائف ورمز اذا للشعب الاسيوبي في ما يتعلق بوحدة هذا الشعب اللي بقوله حدثك فيه عناصر كثيرة جدا من عناصر عدم التوحد سد وحد الشعب الاسيوبي وراء الحكومة الحالية من زناوي حتى الان طيب ايه اللي تغير ويه اللي حصل رفض كامل الى قبول كبير لاشياء كان هناك اعتراض عليها منها مثلا اولا دباجة القرار بتقول ان ارادة الدول الثلاثة مصر والسودان واسيوبيا اتفقوا على الادي على الاعلان المبالي الادي يلتزم الثلاثة دول يلتزم الالتزام الثلاثة دول بما جاء في هذا الاعلان على النحو الوارد في العشر النقاط التي جاءت فيه ومن بين هذه الالتزامات الاشارة ان هناك تعاون وهناك تعاون بحسن نية وهناك يعني توافق حول مشروع كثيرة لكن اهم من ذلك هو الاشارة الى الاحتكام الى قواعد القانون الدولي في هذه الامور اللي هي القواعد التي اقرأتها الجميع العامل والمتحدة سبعة وتسعين التي تضع المجار المائع العبر الحدود محل توافق بين الدول هذا اول تغيير ده اول تغيير واول تغيير حرك بتقول تلتزم وهناك بعض البيانات مثلا بتقول ألزمت الدول الثلاث انفسها بالمبادئ التالية بالضبط الدول هي اللي ألزمت انفسها يبا هنا كلمة ألزمت ألزمت لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لان احنا عايزين ناخد بقى اللي موجود في هذا الاعلان او هذا الاتفاق نقطة نقطة هل النقاط الموجودة دي محتاجة لسه تفاصيل اه طبعا تفاصيل طويلة متى يتم الاتفاق عليها وعلى اي اساس يتم الاتفاق عليها هل المشكلة دايما المشاكل بتطلع في التفاصيل يعني العنوين ممكن هي تكون مبشرة في امور كثيرة انا مش بكلم في هذا الامر فقط لكن التفاصيل على اي اساس هيتم الاتفاق على التفاصيل اولا التفاصيل جميعها تفاصيل فنية لانا الاطار السياسي تم التوافق حوله كما هو معلن لانه ده اطار سياسي ودبلوماسي بيظلل عمل فني سد النهضة عمل فني بحت وبالتالي النواحي الفنية هي التي كان عليها اختلاف وهي التي ستكون محل اهتمام ودراسة مستفيدة في الفترة القادمة كيف؟ هناك ما تقدم به الجانب المصري من مضار سد النهضة على الموارد المياه في مصر وعلى نهر النيل في مصر وعلى الاقتصاد المصري تقدم بوضوح للجانب الاسيوبي بمذكرة واضحة مدروسة من الخبراء والاساتذة في مجال السدود والموارد المائية ايضا هناك توضيح لفكرة العدم الامان او معدل الامان الذي كان يعني بواحد العقبات في مجال انشاء السد واحتمالات انزلاقية وغير ذلك من الامور التي وردت ليس فقط في تقرير المصريين الفني ولكن ايضا في تقرير اللجنة السلاسية الدولية التي تقدمت بتقريرها في مايو 2013 والتي كانت تحتوي على كثير من الملاحظات الفنية نقص الدراسات المائية ونقص الدراسات البيئية وغير ذلك من الموضوعات وكل هذه الامور هناك لجنة ايضا فنية اشار اليها السيد الرئيس السيسي والسيد الرئيس المزرع الايثيو بان هناك لجنة فنية دعك من اللجنة السنائية للتعاون الكامل والمتكامل لكن نتكلم عن اللجنة التي تدرس الموضوعات الفنية برئاسة وزراء الموارد المائية والري في كلا الدولتين هذه الموضوعات هي الاهم في الخطوة القادمة لان هناك اشارات بتلزم اسيوبيا ببعض الامور الفنية وانا بعتبرها في الحقيقة تقدم من جانب يعني بتحقيق مكسب لمصر وتقدم من جانب اسيوبيا في قبولها منها مثلا على سبيل المثال انا اشرت الى القواعد الدولية في المجال المائية هذه واحدة كانت مرفوضة ثانيا والاهم هو نظام التشغيل ونظام الملء الاول والتشغيل السنوي طيب قبل ما ندخل في التفاصيل بتاع التنقات لان احنا ناخدها بالترتيب كمان تمام تمام تحديدا فكرة ان اللجنة العلية تنعقد في القهارة واثيوبيا بالتبادل نعم ايه الفايدة اللي هتعود من ان يبقى حتى انعقدها بالتبادل مرة في القهارة ومرة في اثيوبيا ده اللجنة العلية التي تدرس التعاوم المشترك في مجمل الموضوعات هي اللي هتنعقد مرة في القهارة ومرة في اللي سبابة بالتبادل سنويا هذه اللجنة بتناقش مجمل التعاوم في مختلف المجالات وده نص عليها اتفاق ملابو في غينية الاستوائية أثناء لقاء السيسي مع ديسالين انا بكلم عن اللجنة الثانية اللجنة الفنية التي ستنعقد على مستوى الخبراء والفنيين باشراف وزراء الموارد المائية والري هذا ما يعنينا في النواحي الفنية وهي اللجنة الأخطر اللجنة التوفقية في التبادل التجاري في التبادل الثقافي في التبادل العلمي الصحي غير ذلك يعني هي لجان على نحو ما يعقد من لجان مع كافة الدول لأوجه التعاوم بشكل عام وعالة ما يكون اكتماحها في مصر مرة وفي الدولة الأخرى مرة أخرى هذا مبدأ عام متبع في السياسات السياسية لكن هذه اللجنة العليا اللي المفروض أن هي بتتحدث عن أمور كثيرة ليست متعلقة بالمياه فقط نعم المفروض أن هي في المرحلة القادمة باها يبقى لها تفعيل نعم والدورة هي تعمل اللجنة الفنية الثانية تعمل بالمناسبة لأن المنتج هذه الحوارات من الناحية الفنية كان عمل الخبراء المصريين والخبراء الأسيوبيين والسودانيين من خلال ما تقدموا به من دراسات فنية إلى الحكومات وتبادلهم في اجتماعات والمحاولة الوصول إلى توافق حول هذه الأراء وكان هناك دائما رفض تام من أسيوبيا لكل وجهات النظر التي تنتقل السد أو تشير إلى احتمالات أضراره وكان هناك إصرار من الجانب المصري على توضيح هذه الأضرار وكان موقف السودان موقف بين بين باعتبار أنها دولة مستفيدة وكان فقط ما يزعجها هو تأمين السد على وجه الإطلاق لكن أخيرا اقتنعت بأنه أيضا نظام التشغيل والملء يمكن أن يؤثر على موارد المياه في السودان وبالتالي انضمت إلى التوقيع على هذه الجزئيات الفنية التي أمامها مشوار طويل ليه مشوار طويل حتى لا يتصور الناس أن المشكلة قد تم حلها لا المشكلة قد تم وضع إطار عام لحلها لكن المسائل الفنية ما زالت معلقة لمتى ستظل معلقة إذا كان لديك في لأن هناك اتفاق على أن رزاء الخلافات بين مفهوم الضرر وعدم وجود ضرر مفهوم الضرر من جانب مصر وعدم وجود ضرر من جانب الأسيوبي كان لابد أن يتم الاحتكام بمقتضاه إلى هيئات دولية متخصصة في هذا المجال أو شركات دولية شركات دولية مكاتب الشريعة دولية ومن تم هل تتكلم على فكرة أن حتى بمبنية نتكلم على مبدأ عدم التسبب في ضرر نعم لشأن فلازم نحدد الأضرار دي عبارة عن إيه صحيح طيب هل معنى كده أن في المرحلة القادمة مفروض أن يبقى فيه وثيقة أخرى أو وثائق اتفاقات وثائق اتفاقات بتحدد الضرر والتعويض على أي أساس نعم هو ده معنى بقول لحديتك ده اتفاق تمهيدي هو ليس اتفاق لحل كل المشاكل واتفاق لإطار لحل المشاكل التي العالقة والتي مادلت حتى الآن محل مناقشة كما أشار الرؤساء طيب 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 ما هو اتفاق تمهيدي بقى مفروض أن التفاصيل تبقى إمتى في أي المرحلة جميل لكن الاتفاق هذا الاتفاق الإجمالي أشار إلى أشياء أسيوبيا كانت ترفضها في الأساس في الأساس وبالتالي بتمثل قاعدة مبدئية للحوار يعني زي ما ذكرت لحضرتك يعني أسيوبيا كانت تعتبر أن هذا السد هو سد من على أرضها ولا حق السيادة عليه ولا مجال المناقشة في أمور كثيرة جدا بالنسبة لتشغيله أو بالنسبة لفترات الملأة وغير ذلك كانت أسيوبيا ترفض الحوار أو بالكاد تحاول أن تقترب من بعض المسائل التي تراها وربما كانت تعيق المفاوضات وتأخذ وقتا في الجدل حول هذه القضايا لكن دلوقتي تحول الموقف الأسيوبي تماما من قبول إلى قبول المشاركة عن طريق لجان فنية في فور انتهاء الاستشاري استشاري مقدر له أن ينهي عمله في ظرف عام الاتفاق أشار إلى خمسة عشر شهر من بدء عمل الاستشاري الاستشاري أن يعمل عام ثم ثلاث شهور أخرى تبدأ اللجان في وضع آليات الملء الأول للخزان بالمشاركة وبالنص كده بموافقة الدول السلاس بموافقة خبراء الدول السلاس هذه الموافقة لم تكن ترقل أسيوبيا ولم تكن مطروحة على الإطلاق في جدولها حول هذا السد كانت تعتقد أن تشغيل السد من شأنها الخاص الآن تحول إلى شأن أسيوبي خاص إلى شأن يخص الدول السلاسة مجتمعين أستاذ الحركة دوما نحن عايزين نقول كده تاني واحدة واحدة لخمستاشر شهر دول المفروض إيه اللي هيحصل فيه نعم واحدة واحدة كده مؤتنط بيحل الأمر إلى مكتب استشاري دولي تم اختياره هما أصبح الآن مكتبين المتنافسين سيتم في ظرف أيام التوافق التوافق حول مكتب واحد طيب إذن المكتب ده مهمته إيه مهمته أن يتلقى كل التقارير الفنية من السلاس دول وكل دولة لها دفعها الفنية من دراستها ومن دراست التنبؤ ومن دراسات الاحتمالات الضرر واحتمالات المنافع وكل طرف لديه وسائق سوف يقدمها إلى هذا المكتب الاستشاري ثانيا ستقدم دراسات التصميم والتصميمات والوسائق الخاصة بالسد بشكله الحالي إلى المكتب الاستشاري ثم بعد ذلك تتقدم الدول أيضا بتقرير اللجنة الدولية السلاسية الذي كان قد سبق تقديمه في مايو 2013 وهو تقرير منصف لمصر ويعني بهم ملاحظات كثيرة على سد النهضة إذن كل هذه الوسائق وما يمكن أن يجمعوا هذا المكتب من دراسات حول هذا الموضوع سوف بالنهاية ينتهي بتقرير للاستشاري عن مجمل القضايا التي تسيرها كل دولة طيب والتقرير ده مفرور أنه يطلع في فترة زمنية أده إيه؟ سنة في سنة نعم وبعد السنة لأن السنة دي خلاصت نشر شهر نعم بعد السنة؟ ثلاث شهور أضيفه إلى الاتفاق وأعلن أن بعد خمسة عشرة شهر يبدأ اجتماع الوزراء المعنيين واللجان الفنية لتقرير الآدي واحد الملء الأول للسد ولا يتم الملء الأول للسد إلا بموافقة الثلاث دول على برنامج الملء الأول هذا قيد على أسيوبيا لم تكن تقبله نمرة واحد نمرة اتنين أنه إذا حدث أن تقرير أشار إلى ضرر فكيف يمكن إزالة هذا الضرر؟ إذا كان ضرر ما يسمى الا significant harm أو ضرر ملموس فلابد أن يتم إزالته إزاي يتم إزالته؟ في هذه الفترة لن تتمكن أسيوبيا من استكمال 15 شهر دول من استكمال باقي السد ومن ثم يكون هناك فرصة لتعديل إذا أوصى يعني الجانب الإثيوبي هيبقى مستمر في تشهيد السد لكن هيبقى منتهاش من بنائه بشكل كامل ربما وهذه مشكلة يعني اللي بيخل المجتمع المصري أيضا متشكك أن أسيوبيا تتفاوض ونوقع اتفاق والسد يبنى يبنى لكن تبدأ الاستفادة بعد 15 شهر من خلال نظام تخزين من خلال التخزين التخزين إذن سيكون مقيد بموافقة الدول السلاسل بمعنى أن أسيوبيا لن تستطيع الاستفادة من السد حتى تمر 15 شهر القادمة بعد توقيع أو بعد ترسية العمل للمكتب الاستشاري الدولي الذي سيحدد مفهوم الضرر ووقوع الضرر وكيفية إزالة الضرر وحجم الضرر ما إذا كان ضرر ملموس أو ضرر غير ملموس ثم إذا كان هناك من المنشأ ما يمكن أن ينشأ عنه ضرر تلتزم أسيوبيا بإزالته ثم بعد ذلك إذا كان ضرر غير ملموس ولكنه ضرر تقوم أسيوبيا أو الدولة المتسببة فيه بالتعويض عن هذا بس أنا عايز أشير في حالة وجود ضرر تقوم أسيوبيا بالتعويض عن هذا لا عايزيني فرق بمفهوم الضرر ضرر ملموس وضرر غير ملموس ده تبقى لتعريف الأمم المتحدة أن يكون هناك ضرر محسوس يعني ضرر مؤثر ضرر مؤثر زي نقص الحصة من خلال هذه الأبعاد الكبيرة للسد وغير ملموس الغير ملموس أن يكون هناك تأثير ضئيل على حصة الدولة أو على تدفقات المياه في الدولة أو تأخرها أو إلى ما شبه ذلك ده ضرر الذي لا يؤثر في اقتصاديات الدولة ولا يؤثر على حياة شعبها خاصة في الشعب المصري لكن الضرر المؤثر هو الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى إعاقة اقتصادنا وإعاقة خطة التنمية في مصر وهذا ما سيوضحه التقرير الفني من خلال الدراسات في هذه الولايات وفي أي حالة من أحوال الأضرار المفروض أن الجانب الآخر اللي تسبب في الضرر يعوض المضارف لا الأول يزيله إذا كان الضرر ملموس فإذا كان الضرر غير ملموس يتفق على تعويض مناسب للدولة التي وقع عليها الضرر طيب يبقى السؤال على أي أساس برضو هيتقال أنه غير ملموس ما ممكن مثلا مصري يبقى بالنسبة لها الجانب المصري شايف أن الضرر ملموس نعم والجانب الآخر شايف أن الضرر غير ملموس صحيح ما هي المحددات؟ المحددات أن هناك خطوة أخرى في خريطة طريقة للحل لهذا السد وهو أن الضرر الجانب الذي يتحسس أن هناك شيء في تقرير الخبير الاستشاري يحتكم إلى محكم يتم اختياره بنفس الطريقة بالتوافق يعني نفترض أن مصر لمست أن التقرير ليس في صالحها وأن الضرر ملموس وأن يجب وقف بناء السد عند حدود محددة ورفضت أسيوبيا هناك أو يعني أو تلكات أسيوبيا في الربض هناك مستوى تاني من التحكيم هو اختيار محكم يلجأ إليه الأطراف الثلاثة لتحديد هذا المفهوم لكل جانب اللي حقيقة أن مصر تقدمت بملف ممتاز من الناحية الفنية وإثبات الضرر وأنه ضرر كبير وبالتالي إحنا بنتوقع أن يكون هناك يعني نتيجة إيجابية من تقرير المكتب الاستشاري الدولي لأن الملاحظات كثيرة وملاحظات دولية وأشياء كثيرة جدا من مختلف الهيئات أشارت إلى هذا الضرر عندها سيكون هناك توصية من المكتب الاستشاري حول أبعاد السد وهل هو بهذه الساعة مناسب أم غير مناسب الشيبية تقول أننا درسنا كل الأمور وأن السد ساعة مناسبة وأنه لا مجال للضرر هنا الاحتكام سيكون المكتب الشاري والنتيجة ستكون كما ذكروا هي محل احترام وكلمة احترام هنا في الحياة ربما لا ترضي المشاهد أو لا ترضي الشعب المصري لكن عندما تم صياغة هذا الاتفاق وجاء به وزير الخارجية ووزير الموارد المائية إلى الرئيس عرضوا على لجان متخصصة من القانونيين والفنيين والسياسيين وغير ذلك لدراسة الأثر وهل يوقع أو لا يوقع وما هو المطلوب تعديله وكانت كلمة الالتزام وكلمة الاحترام لتقرير المكتب الشاري محل مناقشة مستطيلة للقانونيين على وجه التحديد أنا مش قانوني لكن هم اللقلوا إيه قالوا ده مكتب الشاري شركة هي بتوصي بموضوعات محددة يعني ممكن إذا أشرنا أن الدول تلتزم ربما لا يتوافق ذلك مع طبيعة عمل المكاتب الشارية والنظرة الدولية لأذاءها لكن كلمة تحترم هذه أكثر قبولة من الناحية القانونية هكذا أشاره ومن ثم وقع رئيس السيسي بناء على هذه الاستشارات لكن ربما ذلك لا يرضي بعض المعارضين أو المنتقدين للاتفاق الاتفاق على هذا النحو حقق كثير من الأمور وأنا بقول لحضرتك يعني عندما يكون هناك تفاوض لابد أن يكون هناك يعني مواءمة في بين المتفاوضين وقبول بعض الأمور التي يمكن أن تكون يعني غير مقنعة للبعض بمعنى إيه؟ أنا بقياسي لحجم النجاح هو أن تتحول أسيوبيا من رفض كامل لكل ما كان يسار إلى قبول لأجزاء كبيرة جداً بنسبة 80% مما كانت ترفضه هذا يعني في الحقيقة نجاح طبع بكل المقاييس لأنها لم تكن لتلتزم بأي شيء ويكفي فقط أن توافق أسيوبيا من خلال هذا الإعلان على أن يكون الملء والتشغيل سنوياً نحن نتكلم عن فترة ملء ثم عن تشغيل التشغيل السنوي لابد أن يكون محل موافقة متفق عليها موافقة الدول السلاسة للتشغيل السنوي ما بقي السنوي التشغيل السنوي اللي هو عبره عن إيه؟ عن إدارة التوربينات وتوليد الكهرباء يعني التخزين هو حجز المياه حتى تصل إلى مستوى محدد من ارتفاع السد لتبدأ لتشغيل التوربينات تبدأ تشغيل التوربينات دي فترة الملء سيتم الحوار حولها والاتفاق عليها بموافقة الدول الثلاثة لأنها الأكثر تأثير للملء الأول ثم بعد ذلك التشغيل السنوي لأن كل سنة تنعقد اللجنة لتضع سياسة التشغيل للدولة وهذا أيضاً جزء من قبول الرقابة على الجانب الأسيوبي يعني ليست مطلقة طب سياسات التشغيل بشكل عام بتبقى عبره عن إيه وإيه 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 تبقى للإحتياجات الكهربائية لأسيوبيا أسيوبيا بتنشئ هذا السد لتوليد طاقة الكهربائية بتبلغ ستة جيجا لا تنمية ستة جيجا لا هي للبيع والبيع ومحسلة البيع للبيع عشان بعد كده يبقى في تنمية تنمية وحضرتك أشارتي إلى نقطة مهمة أن الاتفاق ذكر تحديداً أن الغرض من إنشاء السد هو فقط لتوليد الكهرباء بمعنى أننا كنا متخوفون أن يكون هناك أغراض أخرى مثل الزراعة والزراعة بيتسهلك المياه لكن الكهرباء هي عبارة عن عملية تمرير المياه عبر التوربينات لكن لذلك قواعد لأن المياه عندما تمر عبر التوربينات طبقاً لسياسة التشغيل لابد أن يكون الاتفاق السنوي ضامن لمرور كميات المياه طبقاً للاستخدامات الحالية التي أشار إليها الاتفاق بمعنى أن الاتفاق لم يذكر على الإطلاق أو لم ينكر حق مصر في الاستخداماتها الحالية للمياه ولم يشر إلى أي إلغاء الاتفاقات السابقة سواء الاتفاقات الموقعة بين مصر والسودان أو الاتفاقات الموقعة بين مصر وأسيوبيا لم يلغيها لكن هو اتفاق خاص بسد النهضة ومن ثم لم يتعرض على الإطلاق لاتفاقات أخرى كما يشاع بأن هذا الاتفاق بيلغي كافة الاتفاقات السابقة لم يحدث دكتور أنا أريد أن أصفصر من حركها على حكاً واسمح لي بما أننا غير متخصصين فحرطك المتخصص التي تقدر تجاوى نحن بنحاول لا لا حرطك من شاء الله يعني بتقول لنا كل حاجة نقطة نقطة وبالتفصيل فكرة التشغيل حرك بتقول أن التشغيل لازم أن يتم الاتفاق بشكل سنوي بين الدول الثلاثة على أسلوب التشغيل وأن التشغيل ده ناتيكتو أنها هيبقى فيه ضخل المياه فالتوربينات هتشغل فيحصل توليد للكهرباء تمام هل من الممكن أن يبقى فيه تخوف أن يبقى فيه ضخل المياه أقل من المعتاد فيبقى تشغيل التوربينات أقل وفي الحالة دي هتبقى إثيوبيا مستفيدة إثيوبيا عايزة تشغل التوربينات عشان تولي الطاقة عشان يبقى فيه بيع لها يبقى فيه التخوف التخوف هو من أن يكون هناك عطل في التوربينات مثلا أو أن يكون هناك سياسة لتوليد الكهرباء لم تنجح أسيوبيا في تسويق كل ما سينتج عن هذا السد من الكهرباء وبالتالي يمكن أن تكون جميع الفتحات تعمل جميع التوربينات في حال التشغيل أو نصفها أو تلتينها أو تلات أربعها أو الأخره أو يحدث عطر لأحدها أو لأكثر من ده هنا أسيوبيا تلتزم بإختار الدول بأي شيء يتعلق بما تم الاتفاق عليه من سياسات التشغيل السنوية فورا تختل الدولة بأن شيء ما قد ترأ من شأنه قد أثر على معدل توليد الكهرباء وبالتالي معدل تدفق المياه المسألة هنا لابد من الإختار يعني أن أسيوبيا تختار لأن هناك موافقة بين الدول السلاسة طب حدث عطل حدث شيء استثنائي لابد أن تختار أسيوبيا ويعاد مرة أخرى النظر وتجلس الدول السلاسة لترى كيفية عمل الحل لهذه المشاكلة طيب ما هو إذن معنا كده أن دول الثلاث هتبقى ولو مش بشكل يعني مكتوب لكن على الأرض هتبقى الدول الثلاث تقريبا مشاركة في تشغيل هذا السد صحيح طالما أن حتى لو حصل أعطال المفروض أن الدولتين الأخراطين هتبقى عارفة دلوقتي فيه مشكلة احتمال يبقى فيه عدم نوع من أنواع الماركتينج الكافي للكهرباء من قبل الجانب الإثوبي فربما الدول الأخرى تساعد نعم مش ده برضو من ضمن الاتفاقية ده الدول الأخرى يعني هناك رص بأن السودان ومصر لهم أولوية في الحصول على الكهرباء من السد تبقى للنظام تعاقد حضرتك عارفة أن هناك شبكة ربط بين مصر وأسيوبيا لنقل الكهرباء وأيضا بين مصر والسودان فالمسألة أن هذا الاتفاق قد أعطى مصر والسودان أولوية قاعدة تبديل مصر والسودان في الحصول على الكهرباء من السد هذه قاعدة الكهرباء المهم والأهم هو الاتفاق بين الدول السلاسة على نظام تشغيل السدود في كل الدول بمعنى أي لأن هناك تناغم بين تشغيل سد النهضة وتشغيل السدود السودانية سواء كان سد الروسيرس أو سد المروي أو السد العالي لأن في علاقة تبادلية بين هذه السدود في حيث إذا طغى أحدهم على الآخر ربما يؤدي إلى جفاف أو إلى نقص الموارد المائية التي تصل إلى السد الآخر فهناك لجنة لدراسة العلاقة بين السدود الثلاثة وضمان أن السدود الثلاثة تعمل بكفاءة دون ما انقطاع فيه أو تقليل قيمة أي من هذه السدود بمعنى لا يجب أن يتم تشغيل سد النهضة بما يؤدي إلى عاقة تشغيل سد الروسيرس أو سد مروي أو يعيق تشغيل السد العالي تبقى لما هو مخطط عمل مشترك لا بد أن تراجع سياسة العلاقة بين السلاث سدود وبشكل دولي وبشكل منتظم لأن هذه علاقة حيوية وأساسية وإلا لو لم يتطرق الاتفاق إلى هذا النص ربما كنا نجد أن السد العالي سوف يعاني من خفاض منسوب المياه لكن العلاقة بين السلاث سدود لابد أن تكون علاقة مدروسة فنيا وموضوع لها برامج بحيث لا يتأثر أحد السدود بسبب سد آخر طيب أكيد كون دول ثلاث تنضي على وثيقة أعلام مبادئ بعدم التسبب في أي ضرر لدول الأخرى أو للدولتين الآخرتين أكيد الدولتين الآخرتين هو الممكن أن هم برضو يتسببوا في أضرار حتى لو غير مقصودة إيه الأضرار اللي ممكن تحصل أو إيه الأشياء اللي ممكن هي تحصل من الجانب المصري أو من الجانب السوداني تسبب أزمة إلى الجانب الإثيوبي أو من الجانب المصري تسبب أزمة إلى الجانب السوداني أو الإثيوبي يعني أكيد الموضوع مش ملزم على إثيوبيا فقط نعم لكن بالنسبة لمصر فهي الدولة الأخيرة في مصاب النهر هي دولة المصاب الصريحة لكن الضرر بيأتي أصلا من دولة المنبع في البداية ثم أيضا يمكن أن يأتي من دولة العبور السودان يعني عندما تجور المشروعات السودانية في استخدامات مياه نهر النيل على تدفق المياه إلى مصر حيكون هناك ضرر ينشأ من الجانب السوداني على مصر لكن مصر ليس لأداءها ولا لاستخدامتها أي ضرر سيقع عليه من الدولتين الأعلى في النهر بمن هي دولة المصاب؟ نعم دولة المصاب يعني مهما فعلنا في نهر النيل ماذا سيدير السودان أو ماذا سيدير أسيوبيا المؤكد أن السودان بالترتيب كده المسؤولية الكبرى على أسيوبيا ثم بعد ذلك السودان ثم بعد ذلك تأتي مصر هي في نهاية المصاب وأي عمل تقوم به لن يضر الأطراف الأخرى طيب لسه أستكمل محرك النقاط لكن بما أننا بنكلم حتى على أن إثيوبيا وسودان ومصر بيوقعون على وثيقة بتقول أن لها تسبب في ضرر المفروض أن هو يعوض الآخر ولو هو ضرر ملموس فمن المطلوب إزالته ومصر خارج أن هي تتسبب في أي أزمات بالنسبة للدول الأخرى لأن إحنا دولة المصاب زي محرك كمان أكدت لنا وأوضحت أنه مش ممكن أن دولة المصاب أن هي تتسبب في أي أزمة إذن بمجرد الإعلان في 2011 عن أنه يبقى فيه سد اسمه سد الألفية أو سد النهضة أو أي أن كان سد كبير في إثيوبيا ما هي أصلي كلمة النهضة دي بقت في حاجة كثيرة لكن أعلى كافة الأحوال بمجرد الإعلان عن أنه يبقى فيه سد في إثيوبيا أكبر طموحات أو أكبر أمال بالنسبة للخبراء سواء السياسيين أو الخبراء في المجال المائي كانت أنه يبقى فيه وثيقة على أي الأشكال هل وثيقة تصل إلى هذا الشكل أم أكبر أم أقل لا وصيلة كان المطلوب من وجهة نظر الفنيين أن يتوقف إنشاء السد تتعلق بسعة السد وأن يتوقف سعة السد على 14.5 مليار متر مكعب سنويا فقط وغير ذلك يرفضه كافة المتخصصين الفنيون وستجد أن المشكلة في المعارضون لهذا الاتفاق سيشيرون دائما إلى أن هذه الوسيقة لم تشر من قريب أو من بعيد لأبعاد السد لكن المؤكد أن أبعاد السد ستكون واردة تبقى لتقرير المكتب الإسشاري لأنه عندما يدرس حجم الضرر فلابد أن ينظر إلى حجم السد ذاته وما يمكن أن ينشأ عنه من ضرر وإذا كان هناك ضرر ملموس فالمؤكد أنه سيوصي باتباع سياسة محددة في الإنشاء إن الحجم هيبقى نتيجة طبيعية أنه ينظر في أمره الضرر ناتج عن هذا التخزين الكبير لـ 74 مليار من وجهة نظرنا دون مقتضى لأن هناك اقتراحات تمت انتهت لا رجع للخلف كما ذكر الرئيسين نحن نتكلم عن المستقبل لكن المستقبل يقول أن العودة الآن أصبحت في رقبة وفي مسؤوليات وفي ضمير المكتب الإستشاري الذي سوف يتولى الملف الفني تماما وعندما يدرس من الدراسات الهايدرولوجية والدراسات البيئية ما هو برضو من الدراسات البيئية ماذا سيكون عليه شكل النهر نهر النيل في الجزء السوداني وفي الجزء المصري نتيجة حجز كميات مياه مسألة تتعلق بموقف بيئي لأن التأثيرات البيئية هي جزء أيضا من مهام المكتب الإستشاري بالإضافة للدراسات المائية فالدراسات المائية عندما نقول أن السد مبالغ في ارتفاعه سيترتب عليه ضرر بالشكل الفلاني أو بالعكس أن هناك ضرر سيترتب على الدولتين من خلال 74 مليار معنا كده أن الضرر سيترتب لأبعاد هذا السد وبالتالي يجب مراجعة هذه الأبعاد وطريقة بنائه وتصميماته ولأخره إذن المسألة معروضة وما زالت باقية في المكتب الإستشاري هو كان ما يقلق المصريين وما زال بعضهم بيرددها أن أسيوبيا ستبدأ التخزين في الصيف القادم ومن ثم ستبدأ عملية حجز المياه وتأثر مصر مباشرة بهذه العملية لكن الآن تم تقييد أسيوبيا بأنه بعد 15 شهر سيتم عقد اللجان لدراسة التخزين من أول مرة تانية للناس ثم دراسة سانوية لعملية التشغيل للتوربينات وإدارة السد معنا هذا أن هناك مشاركة مصرية وسودانية لإدارة عملية التشغيل والتخزين طيب كمان في مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة ضمن ما جاء في إعلان المبادئ سوف تتعاون دول الثلاث على أساس السيادة المتساوية وحدة إقليم الدولة المنفع المشاركة وحسن النواية بهدف تحقيق لاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر فكرة مبدأ السيادة أو التأكيد على مبدأ السيادة أعتقد أنها مهمة جدا طبعا أولا أسيوبيا بتقول أن هذا السد مبني على أرض أسيوبيا ومن ثم دي أرض ليست مباحة لكل من يمكن أن يتقدم نحو هذا السد بالضرر كما أعلن يعني في أسباب نحن سبق في لجنة أو في مؤتمر عقد على الهواء مباشرة في زمن الرئيس مرسي المؤتمر السري المؤتمر السري العلاني الذي يجب أن يحكم كل من شاركوا فيه لأنه سبب إلى ضرر وتسبب في أن يقوم في مثل هذه الصياغة طبقا لهذا المفهوم هناك خطر كان يتهدد وتهديد بالحرب إذن من حق أسيوبيا أن تقول لا بالإضافة إلى أن هناك عوامل داخل أسيوبيا أصلا بتتهم أطراف أخرى بأنها تحرض بعض الهيئات وبعض القبائل وبعض العامل مثل إقليم وجهدين أو غيره من الخليم الأخرى على الانتقاق عن أسيوبيا وتأثير على وحدتها فبالتالي هي بتنبه إلى أنه إذا كان هناك محاولات سابقة في هذا المجال من وجهة نظرها أن على المجتمع وعلى الدول الموقعة التي تشارك في مثل هذه الأعمال باعتبار أنها دولة ذات سيادة بتكوينها الحالي الفيدرالي الموجود بهذا الشكل والنقطة اللي بعد مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة كانت مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النواية إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء دول أو رئيس الحكومة إذن هذا البيان أو هذه الوثيقة وثيقة أعلان المبادئ زي ما حرج ذكرت في البداية هي win and win win to win لازم الكل يكون مستفيد منها يعني وقت ما يبقى فيه بعض التهديدات لأن لو حصل بناء السدد زي ما حرج ذكرت مثلا في المؤتمر السري اللي كان على الهواء مباشرة فلا فيه احترام لسيادة هذه الدول فيه احترام لخريطة العالم ما فيش أي نوع من أنواع العدوان على الدولة الأخرى وأيضا هناك احترام لحقوق الحياة رئيس عبدالفتاح السيسي إمبارح ذكر إن إن كان هذا السد الهدف منه التنبيه بالنسبة لإثيوبيا فالهدف منه بالنسبة لمصر هو الحياة يعني فيه حتى درجات مختلفة من الاستفادة درجات كبيرة جدا إذن هذه الوثيقة أو إعلان المبادئ على كافة الأحوال وبكافة المقاييس نتيجة للمشكلات اللي دخلنا فيها من 2011 حتى يومنا هذا أعتقد وحرك صلى الله لي أنه يمكن ما كناش نحلم به يعني إحنا كنا نتمناه قطعا كنا نتمناه لكن كنكون إن هو يحقق نسبته كامل يعني أنا بعتبر نسبته 80% على الأقل هذه الإشارة إلى وجود لا إن في الفترة السابقة كون إن مثل هذا الإعلان يبقى موجود ويتم التوقيع عليه كانت نسبة إن إحنا نتمنى هذا يحدث وإن هو ينجح والتوقيع عليه يحصل كانت نسبته في أذهاننا تقريبا كامل صفر في المية ما هو دالة بكالب عليك أنا زي ما قلت لحضرتك إن إحنا انتقلنا من رفض كامل إلى قبول لأحدى كبير مما كان يرفض وإنا عشان كده بقول إن الجانب المصري نجح إحنا مش عايزين بس نطنطن قوي لكن الحقيقة كده أن قبول ما كان مرفوضا هو نجاح للجانب الذي فرض موقفه من خلال وضع جديد لمصر على الساحة الدولية وعلى الساحة الإفريقية وهذا الدأب وهذا الإخلاص في التحرك كل هذه الأمور رجحة كافة مصر لأن يتحول الموقف الأسيوبي بالإضافة لعمليات كثيرة جدا أنا أود أن أشير إلى نقطة عندما نشير إلى آلية لفضل المنازعات لاحظي أنها لم ترك إلى المجتمع الدولي ولا إلى الأمم المتحدة ولا إلى الجامعية العامة لأننا كنا كلين أحيانا نقول والله نشتك في الجامعية العامة نروح محكمة العدل الدولية وإلى آخره ما كانتش حتحل أو ربما تأخذ وقت طويل لكن هذه الآلية المقترحة من الفنيين أو القانونيين أو غيرهم من السياسيين عندما يكتموا عند خلاف ثم بعد ذلك يرجعوا إلى الرؤساء السلاسة ليكون التحكيم داخلي هذا يقصر المسافة لحل المسائل هذا يجعل حل المسائل داخليا بين الدول السلاس دون تدخلات أجنبية نعم دكتور مغوري دياب خبير المياه شكرا جزيلا على حضورك ومشاهدين الكرام هذه التغطية تتواصل مع حضرتكم بإذن الله على شاشة النهار اليوم بعد قليل زمنتمر والشبراوية فستكمل مع حضرتكم هذه التغطية شكرا لكم اشتركوا في القناة